الحقيقة الجيش السوري عم يحضر مع حلفائه عمليات لإسترداد منطقة إدلب ومدينة إدلب وهي بتكون من أكبر ويمكن آخر المعارك الكبيرة بالحرب السورية الطويلة في أكثر من مليونين ونصف مدني بإدلب مليون منهم طفل هذه منطقة تهجر لألا كتير من السوريين إذا يعني فيها مخاطر منها النوع أكتر حتى من غيرها أكيد في منظمات مسلحة منها متطرفة جدا منها من المعارضة السورية العامة في حركة دبلوماسية مكثفة قبل هذه العملية رؤساء تركيا وروسيا وإيران بدون يجتمعوا بتهران يوم الجمعة وفي وفد أمير كرايح إلى أنقرة الولايات المتحدة عم بت يعني قالت أنه بتوافق روسيا أنه في منظمات إرهابية بإدلب ولكن بتحذر من التأثيرات المدنية الإنسانية وبتحذر ضد استعمال السلاح الكيماوي وزارة الدفاع الروسية عم تحذر أنه يمكن المعارضة بدأت استعمال السلاح الكيماوي لتشجيع ضربة غربية إذن حركة كبيرة بس يبدو هذه العملية بدأ تمشي للأمام هكذا عم بتقول للسلطات السورية والإيرانية والروسية المخاطر الإنسانية كبيرة وكبيرة جدا الحقيقة وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو اجتمع يعني قام بزيارة إلى باكستان اجتمع مع رئيس حكومي الجديد عمران خان ووزير الخارجي القريشي يعني الاجتماعات ما قدت إلى نتائج مهمة العلاقات الأمريكية الباكستانية متراجعة لعدة أسباب أمريكا بتتهم باكستان أنه هي عم تدعم أو تستمر بإيواء أو دعم بعض المتطرفين في أفغانستان باكستان مش راضي أيضا من التقارب الأميركي الهندي الولايات المتحدة علقت مئة الملايين من المساعدات العسكرية للباكستان العلاقات منا جيدي رئيس الحكومة الجديد عمران خان معروف من زمان بمواقفه هيك الرافضة للوجود الأميركي الطويلة الأمد في أفغانستان زد إلى ذلك أن عمران خان من اللي بيقوله بضرورة يعني إدخال الطالبان في عملية سياسية للوصول إلى حل سياسي في أفغانستان الملفت أنه بالواقع موقف إدارة ترامب اليوم تشبه هذا الموقف بتقول بمحاولة مخرج سياسي ولكن الأطراف بعضهم بعيدين جدا عن بعض ومن الصعب أنه نشوف حل قريب للأسف في أفغانستان الإدارة الأمريكية فعلا علقت كل مساعداتها المالية لمؤسسة الغوص الفلسطينية التياب على اليوان يعني الأنروا وهذه ضمن سياسة للضغط الشديد على الفلسطينيين مؤسسة الغوص بتساعد تقريبا خمس مليون فلسطيني لاجئين منهم بالضفة الغربية وغزة ومنهم أكيد بلبنان سوريا والأردن وإلى ما هناك بهدت تقريبا نصف مليون طفل ما يقدروا يكملوا السنة الدراسية فهذا تطور سيء وكبير ألمانيا ويمكن بعض الدول الأوروبية وبعض الدول العربية منها الخليجية قد تتقدم لتعويض هذا النقص بدنا نشوف الإدارة الأمريكية يعني تطمح أو إدارة ترامب عم تحاول أنه تشيل موضوع يعني حق العودة اللي مرتبط بيعني تصنيف اللاجئين تشيل موضوع حق العودة عن المفاوضات أو الخطة اللي مفترض أنه تعلنها بالأشهر القادمة كما يعني حاولت أنه تشيل موضوع القدس من المفاوضات أيضا موعد إعلان الخطة السحرية لإدارة ترامب تم تأجيل وهذا الموضوع مرة تاني قص منه مرتبط للانتخابات النصفية القادمة بشهر 11 بالولايات المتحدة أنه يمكن الإعلان قد يحرج يعني إسرائيل وبعض المرشحين للحزب الجمهوري فبدأ الإدارة الأمريكية الجمهورية أنه تقطع الانتخابات النصفية ويمكن تتأجل مرة تاني إذا الرئيس نتنياهو بإسرائيل أقر انتخابات مبكرة يعني بأول 2019 لأنه أيضا الرئيس نتنياهو ما بدي يكون عم يقدم أي تنازلات ولو طفيفي قبل الانتخابات إذن يبدو الموضوع دخل مرة تاني إلى التأجيل ترجمة نانسي قنقر